وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كما أن هناك في كل شيء حقيقة وزيف كذلك فيما يرتبط بالناس هناك تجد عملة حقيقية وهناك عملة مزيفة كيف تميز العملة الحقيقية من العملة المزيفة هناك موازين الذين يطبعون العملة الحقيقية يضعون علامات يعرفها الصرافون جيدا ولربما 90% من الناس يعرفون العملة الحقيقية من العملة المزيفة بتلك العلامات أكو ميزان كما أن لصحتك ميزان حينما تذهب إلى الطبيب ويكشف عنك فإنه بناء على موازين عنده يعرف هل في جسمك خلل أو ليس في جسمك خلل من خلال تلك الموازين من خلال الفحوصات من خلال الكشف عنك يعرف موارد الخلل فيعطيك الدواء ما هو الميزان الذي لا بد أن نزن أنفسنا به حتى نعرف هل نحن من المؤمنين الصادقين الذين يرضى الله عنا أم لسنا كذلك ما هو الموازين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة نقرأ في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك يا ميزان الأعمال ضع علي أمامك وزن نفسك به صلاتك بصلاته صومك بصومه إيمانك بإيمانه شجاعتك بشجاعته كرمك بكرمه ميزان الأعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني تارك فيكم اتقلين عد ميزانين مع بعض هذين الميزانين لا يجوز أن تفصل بينهما لأنك إذا فصلت بينهما لن يكون الميزان ميزانا هذا النور هو عبارة عن عنصرين صار النور وكذلك في جميع الأمور قطرة الماء شيئين مع بعض إذا فصلتهم عن بعض فإنه لن يكون الماء ماءا إني تارك فيكم مستقلين كتاب الله وعطرتي من شواهد نبوة النبي علي من شواهد نبوة النبي القرآن تقول إذا كان أحد شاكا في نبوة رسول الله فكيف يكون القرآن شاهدا على نبوته أقول لو أن مهندسا أراد أن يبين لك أنه عالم بالهندسة يأتي لك ببناية بناها يقول شوف هذه البناية هذه البناية أنا من صنعي أنا الذي وضعت الخرائط أنا الذي صنعت فالبناية فالبناية دليل على أن هذا مهندس قدير أنت من الثمرة تعرف الشجرة إذا كانت ثمرة رسالة رسول الله شخص كعلي وقد بيّن القرآن ذلك قال ويتلوه شاهد منه أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه شاهد منه مو شاهد بر شاهد منه الله عز وجل هو الذي يصطفي من عباده الأنبياء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله اصطفى رسول الله وأعطاه القرآن القرآن شاهد على نبوة النبي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الله يحلف بالقرآن على أن النبي نبي لأن القرآن شاهد لا يمكن لأحد أن يأتي بالسورة من مثله وليس بالقرآن كله لو كان هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي داخل المجتمعات على مر التاريخ أدباء علماء حكماء كان واحد من عزم كان يقدر يقبل التحدي ويأتي بالسورة واحدة ولو من سطر واحد لكن مو يعني يسطر كلمات مثل مسيلمة الكذاب والفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير هذا الشنوعي كتاب ما لربط بالدين ما لربط بالحكمة هذا يوصف لك الفيل ممكن أي حشرة أنت توصفها هذا ما لربط مثل سورة القرآن الكريم وإن كانت سورة صغيرة وإن تحدث القرآن عن حيوان عن حشرة على كل حال هذا القرآن هذا القرآن شاهد على نبوة رسول الله وأيضا الإمام علي في ذلك الوقت في زمن رسول الله علي شاهد على نبوة النبي وعلى صدق هذه النبوة تريد تعرف إذا أنت صرت مؤمن شنو الشكل اللي يكون عندك تصرفاتك كيف تكون كيف ستكون إذا كنت مؤمنا بالله انظر إلى علي شركات الكبرى في العالم المادي المصانع عادة يأتون بنموذج ويأتون بأفضل النماذج ويضعونه في المعارض سيارة مثلا شركة صناعة السيارات في كل سنة تجيب السيارة الجديدة تعرض هذه السيارة أمام الناس هذا نموذج يقولون بقية السيارات مثل هذه السيارة الإمام علي سلام الله عليه هو النموذج الذي به نستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص هذه الآية المباركة وقد ذكر ذلك أتباع مدرسة الخلفاء أن المقصود بذلك هو علي ويتلوه شاهد منه يوم اللي نزلت سورة البراء وأعطاها الله للنبي أنزل السورة على رسول الله ورسول الله أعطى السورة للخليفة الأول حتى يبلغ ذهب بعيدا نزل جبرايل إنه لا يبلغه إلا أنت أو واحد منك واحد من عندك من عندك وين نعرف من عندك يبلغ يبلغ نشوف آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم ويتلوه شاهد منه إذن كما في كل الشرائع كما في كل الديانات كما في كل المدارس حينما يأتون بمجموعة من القيم والمثل هذا ما يكفي يعني في عالم النظريات أكو قيم واضح الصدق الإيمان الوفاء كل الفضائل الأخلاقية هذا في عالم النظريات جيب لي فرد شخص محدد طبق هذه النظريات طبقت فيه هذا هو علي الذي خلقه الله وصاغه محمد الله 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 بعد رسول الله فإن الموازين كتاب الله وأيضا أهل بيته الذين طبقوا ذلك الكتاب كان علي القرآن يمشي على قدمين وكذلك فاطمة وكذلك الحسن وكذلك الحسين كان خلق رسول الله القرآن وخلق علي القرآن وخلق فاطمة القرآن وخلق الحسن وخلق الحسين الأم الطاهرين كانوا معجبار أن الدين يمشي على قدمين نحن حينما نتحدث عن النبي وأهل بيته نتحدث عن أربعة أمور ولا بد أن نتبعهم فيها لا يكفي جانب واحد نحن نتحدث عن رسول الله بصفته الشخصية تدري أكو بعض الملحدين يقولك إيه الله موجود بس الله مو شخصاني مو شخصاني هذا الكون أكو عدفة رب رب ما خلقه كما يقول بعض المرجفين أن صاحب الأمر عج الله تعالى فرجه الشريف والمصلح بشكل عام من يقوم بعملية الإصلاح ويرفع راية الإصلاح فهذا هو المهدي لا لا مهدي شخص معين ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام الهادي ابن الإمام الجواد ابن الإمام علي بن مسرطة وأنت ماشي رب العالمين هو الذي يختار ولا يجوز لك إذا اختار أن ترفض لا يجوز أنت مو مؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم ويسلموا تسليما إذا حكم النبي تقبل من عنده بدون سؤال جواب هذا رسول الله هذا رسول الله في عهد الخليفة الأول صار نزاع بين رسول الله وبين يهودي عند فرد درع النبي يقول هذا الدرع درعي اليهودي يقول له هذا الدرع درعي والنبي كان مؤمنا برسالته آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كان صادقا في إيمانه ما كان يقوله ومؤمن به يا بل لازم فعد يحكم بيناتنا راحوا عنده أبي بكر أبو بكر قال يا رسول الله عندك شاهدين قال لا قال خلاص فإذا هذا الدرع اليهودي طلعوا بره شافوا الإمام علي قال شون القضية قال له هذا رسول الله يقول الدرع درعي وهذا الرجل يقول درعي والنبي ما عنده شهود قال ويلك نحن قبلنا من في أعظم من ذلك أنه رسول الله من قبل الله وأنت ما تصدق في درع شال كلام هذا شكك فيه النبي ميزان الأعمال إمام علي ميزان الأعمال حينما نتحدث عن هؤلاء في الحقيقة نحن نتحدث عن أربعة أشياء نتحدث عن أشخاص تقف أمام رسول الله في المدينة المنورة أمام قبله الشريف تقول أشهد أنك محمد بن عبد الله وأنك رسول الله أنت موفد الرسالة عامة في عالم النظريات هو الرسول أنت بصفتك محمد بن عبد الله رسول الله إذن هؤلاء كانوا أشخاص نؤمن بهم نقدسهم ونعتبرهم أولياء الله وحججه على خلقه وأمنائه في أرضه شيء الثاني النبي وأهل بيته عبارة عن مواعظ عبارة عن حكم عبارة عن مبادئ عبارة عن قيم جاءوا بها وبلغوها للناس تعرفون كتاب نهج البلاغة هذا الكتاب جمعه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه وهذا الكتاب أصبح تالي القرآن في بيوت المؤمنين بالله عز وجل القرآن ونهج البلاغة طبعا علي بن أبي طالب الذي ما تكلم في عهد رسول الله ما دام النبي حاضرا لكن تكلم كثيرا في زمن خلافته هذه الخطب هذه الكرام مليان الكتب منعوا الحديث عنه ومنعوا أحاديثه لكنها ملأت الخافقين كما يقول أحدهم نهج البلاغة يوم اللي تقرأ تشوف في عبارة عن مقاطع من الخطبة مو كل الخطبة جايبة الشريف الرضي حتى بعض الأوقات مكتب ومنها يعني من هاي الخطبة هالقطعة كان يريد الاختصار الشريف الرضي في الحقيقة وما كان يجيب الخطبة كلها خاصة أن الكتب التي تحمل كل خطب الإمام عليه كل أحاديثه كل حكمه كثيرة كان يريد نموذج سماه نهج البلاغة أحد الحاضرين اليوم أحد العلماء لأجلاء هذا خمسة وعشرين سنة اشتغل اشتغل حتى كل خطبة النواقص ما له جابه سمى الكتاب تمامه نهج البلاغة السيد صادق الحسيني حفظه الباري عز وجل موسوي تمامه نهج البلاغة مثلا العلماء يعرفون أكوه الإمام علي أخذ بيده كميل بن زياد يقول أخذ بيدي علي بن أبي طالب وأخرجني إلى الجبان إلى المقبرة بدأ يتكلم وياه الناس وثلاث فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهامج وانرعا أتباعه كل ناعق يميلون مع كل ريح إلى آخره يعني يوم اللي تقرأ في ناج البلاغة صفحة ونص معقول يعني الإمام علي أخذ بيد مالك بيد كميل بن زياد وأخرجه إلى الجبان من الليل للصبح يتكلموا إياه صفحة ونص في هذا الكتاب أكثر من خمسة عشر صفحة كل الخطبة هذا السيد المبارك الموجود هنا في مجلسنا حفظه الباري عز وجل فعلى كل حال هؤلاء عدهم حكم وعدهم كلمات عدهم مواعظ رب العالمين من علي فأنا جمعت حكم الإمام علي الحكم المختصرة في ناج البلاغة قريب خمسمية والشي حكمة للإمام علي إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسنة غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسنة أنفسهم أي الكلمات الحكمية لمال الدنيا يعني ثلاثة وعشرين أكثر من ثلاثة وعشرين ألف حكمة في قريب ألف عنوان الإمام علي عنده حكم زين إحنا مكلفين بها طبعا لا بد أن تعرف كلمات الإمام الحسين كلمات الإمام الحسن كلمات فاطمة الزهراء كلمات الإمام علي حكمه وإرشاداته ومواعظه نحن مكلفين بها هذا الشيء الثاني فإذن هم أشخاص لهم مواعظ لهم حكم ولهم قيم ومبادئ نادوا بها الأمر الثالث مواقف بطولات مو ناس قاعدين في بيوتهم يألفون كتاب كانوا على الأرض يمشون كانوا مع الحق يدافعون عنه بأيديهم بكل ما يملكون الإمام علي كان يخرج سلام الله عليه في صيف الكوفة يقول إجاة شفت الإمام علي قاعد خارج البيت ما الذي أخرجك يا أمير المؤمنين الناس قوله ببيوته شو اللي طلعك من البيت قال لعل طالب حاجة أنا ما أريد طالب الحاجة يروح يدورني أنا قاعد هنا اللي عنده حاجة خليه تفضل يمشي بالشارع يشوف أمرأة قاعدة تبجي من ببكاؤك يا أمت الله قالت أنا أشتغل في عائلة دزوني أشتري لحم جيت أشتريت وديت البيت ما قبله اللحم وهذا قاله رجعي اللحم جاي أرجع القصاب ما يقبل من عندي ما يقبل يرجع اللحم يا القصاب هذا القصاب إجاة الإمام علي طبعا الإمام علي كان جديداً على الكوفة ما يعرفوا بشكله وكانت الكوفة فيها أربعة ملايين نسم ما كانت مدينة صغيرة فإجاة قال هذه أمت الله هذه خطيئة هي خادمة تشتغل في بيت رجع عليه اللحم قالي شون تخلك أنت في الموضوع كان دياكلة تمر شال النواة خلا بين إصبعي وذبع على الإمام علي إهانة شخصية الإمام علي راح وقف قدام دكان مر القواد مر علية القوم مر مالك الأشتار ذول يعرفوهم كلهم وقفوا القصاب مشغول دايطي لحم ويأخذ فلوس طالح شافة ذول كلهم واكفين فسألوا واحد قالوا ليش واكفين هنا قالوا مسيدهم واقف علي بن أبي طالبي ياهو من أعدم ذاك اللي يضب النوع عليه إجا يريد يقبل رجل للإمام لا لا ما يحتاج رجع اللحم علي يعني الإمام علي ما كان جالسا في بيته في الليالي يطلع برة ويحمل على ظهري جراب ويوزع الفقراء والمساكين على كل حال هم بطولات هم مواقف ونحن مكلفون باتباعي وطولاتهم ومواقفهم الأمر الرابع النبي وأهل بيتي مذهب دين حلال حرام الصلاة طريقة الصلاة الصوم الحجم لا يجوز لك أن تحذف أمرين أساسيين من حياتهم تاخذهم كأشخاص وكمذهب حذفت المبادئ والقيم والمواعظ وحذفت المواقف ما يصير هم كلهم حج علينا يوم القيامة وحجة على شيعتهم قبل أن يكونوا حجة على أعدائهم قبل ما يكونوا حجة على أعدام علي وعليك إذا أنت تجي تشوف مثلا في يوم كربلاء كلها مواقف يعني عدك واحد مثل الحسين تاريخ البشرية شرقوا وغربوا لن تجدوا مثل الحسين في صلابته في إيمانه في شجاعته في عطائه في رحمته لن تجد شرقوا وغربوا لن تجدوا مثل العباس أنا عندي كتاب ما مطبوع اسمه ألف عبرة وعبرة ثمنت آلاف قصة حقيقية جمعتها من الشرق والغرب يعني أريد أقول كلامي إذا أقوله مو واحد ما يعرف ثمنت آلاف قصة اخترت من ثمنت آلاف قصة ألف قصة وقصة شون أكون كتاب ألف ليلة وليلة اللي هو مجرد تلهية ألف أبرة وعبرة لم أجد مثل العباس ما أقول رح دور شوفوا العباس عليه السلام أخو الحسين ومساعده وكما كان علي لرسول الله كان العباس للحسين العباس بطل ولا مثيل الله وكان كلما بعض الجماعة من أصحاب الإمام الحسين يقعون في مشكلة الإمام الحسين يرسل أخاه العباس وينقذهم كذا مرة حدث في يوم عاشورة كذا مرة العباس كان ينقذهم بدل جهدا منذ ليلة عاشورة وكان يحرص المخيم ما نايم بالليل وكان لهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وداعي وطلبوا المهلة منهم حتى يصلون لربهم الحسين طلب من العباس وقال أطلب من هؤلاء القوم ليلة حتى نصلي لربنا فإنه يعلم أني أحب الصلاة له أريد الليلة أخضيها بالصلاة والصيام بالليل ما نايم بالنهار ده يبدو الجهد العطش شنو يسبب العطش الجهد تشتغل وتتعب وتتعب وتبدل جهدك تصير عطشان الأمر الثاني نزف الدم والعباس كان يقاتل ويجرح كما جرح الإمام الحسين أبقى السالم إلى حين حمل القربة للمشروع لا كان مجروح والحر أيضا يسبب العطش ثلاث أسباب للعطش عنده يجي العباس يطلب من الإمام الحسين البراز أواخر يوم عاشراء بقي الحسين والعباس أحدهم يهاجم والثاني يسنده العباس يهاجم الحسين يسنده الحسين يهاجم العباس يسنده لكن العباس شاف ما كفو يعني ما يريد الحسين انقتل قبله شهم يريده ويكون مثل ما طلب من إخوته قال اذهبوا وقاتلوا حتى أحتسبكم اتبر الملعون يقول العباس قال روح انقتلوا حتى أريثكم معركة محاصرين بثلاثين ألف يدور إرث العباس حتى أحتسبكم شهم يوم اللي أخوي انقتله هو يلازم يكون عنده صبر حتى يتحمل يريد هذا الأجر ما يضيع حتى أحتسبكم العباس ما يريد الحسين انقتل قبله فجاء إلى الإمام قال ما الذي تريد إذن الحسين غمض عين فترة من الزمن قال أنت صاحب لوائي أنت تحمل لوائي تدري في المعارك قديما العلم إلى إذا سقط يعني القضية انتهت يعني معركة طرف من المعركة انتهى أنت صاحب لوائي قال أرئي ذا أن أأخذ سأري من هؤلاء القول تعبت موتعب جسديا تعب منهم روحيا فإذا بالأطفال طالعين بر العطاش 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 قال إن كان ولابد فاطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء قفز على فرسي حمل القرب هجم على المشرع كشفهم أربعة آلاف نسمة على المشرع أربعة آلاف واحد يحرسون المشرع دخل في الماء ملأ القرب مد يده في الماء فلما كما يقوله أصحاب المقاتل أحس ببرده أنت تحس ببرد الماء قبل ما تشربه الماء إلى الريحة أنت تشم الريحة لا بس اللي عطشان كلش يحس ببرد الماء قبل ما يشربه العطشان كلش يحس بريحة الماء كان العطش قد صنع مثل الحجاب دخان بينهم وبين رؤية القوم عطش شديد جاب الماء قريب من فمه هذا المكان اللي أريد أقوله ماكو في التاريخ مثله فلما أحس ببرده يرم الماء على الماء شنو بعدين قال يا نفس من بعد الحسين هوني يتمنى الموت لنفسه ما شرب الماء ليش يلوم نفسه ليش ليش شال الماء بيد بشكل طبيعي ولو كان يشرب لم يكن أحد يلومه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين شارب المنوني وتشربين ما بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني هذا النموذج شوف عنا عدنا الشيء اسمه كرم أكو بعض الناس كرم تطلب من عدهم يعطيك لكن أكو بعض الناس بخلاء تطلب من يطيك الكريم الله كريم الله أكرم الأكرمين الله يحب الكرم لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار كريم الله يريد المؤمن يكون كريم ما يريد مؤمن بخيل عدنا شيء اسمه كرم أكو شيء فوق الكرم نعم الجود الجود أن يعطيك من دون أن تطلب منه هؤلاء كانوا يعطون للناس حينما يرون الضر في وجوهم اجي واحد عند الإمام رادي يحكي قال لي تحكي إني أرى الضر في وجوك ما يحتاج تتكلم شنو مطلوب من عندي شنو تريد وأعطاه وكانوا يعطون حتى يغنون صرر الإمام موسى الكاظم كانت تغني تدري يعني شنو كانت تغني يعني الصر مال تألي بها ذنانير ذهبية أو فضية يعني بمقدار فد فرضه ثلاث ملايين دولار يغني إلى نهاية حياته الإمام علي مرة من المرات أعطى لأحدهم شيء كثير فقال له أحد أصحابه يا أمير المؤمنين أقل من هذا يكفيه لي أشهل قد أعطيته قال لا كتر الله في المسلمين من أمثالك أنا الذي أعطي وأنت تبخل تشعلك أنا أريد أغني هذا الجود أكون شيء فوق الجود نعم الإيثار عندك لقمة طعام غيرك يحتاج إلى أنت تبقى جوعان وتطيئ له سورة في القرآن اسمها سورة الإنسان أو سورة الدهر هذه نزلت في قصة أن الحسن والحسين سلام الله عليهما مرضى فجاء النبي يعودهما ثم قال لفاطمة انذري إذا أن الله من عليهما بالشفاء أن يطمون ثلاثة أيام أول يوم صائمين جاهم مسكين المسكين من هو؟ المسكين غير الفقير فقير اللي عنده بس ما يكفيه المسكين ما عنده شيء إذا متطي ليت الليلة ينام جوع أعطوا للمسكين وأفطروا على المن يوم الثاني إجاهم يتيم هم أعطوا كل خبزهم أعطوا ما قالوا فتخبزوا أحد يكفيها علي أعطى فاطمة الحسن الحسين وفضل سلام الله عليهم أجمعين ليلة الثالثة إجاهم أسير تدري أسير يعني منه؟ يعني عدو عدو إجا قاتل المسلمين إن شاء الله عفوا الأخي طلب سوي قيام رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد شاء الله لقدام شوية لقدام شوية لقدام يتبع له ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة الله الأسير عجيبة عدو يحارب يقاتل المسلمين مع جيش الأعداء ما استطاع صار أسير جايبي ويوم ما ما كلين شيء عدهم عذر روح على بيت غير مكوى حياناً فإن واحد يجي إلى شخص يطلب من عنده حاجة يقول روح على باب غيري عمي جاي إلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول مرحباً بمن يحمل زادي إلى يوم القيامة ويوم اللي يعطيه قبل إيده يقول الله يقبل الصدقة يقبل إما إيد نفسه أو إيد الفقير هذا الإيتار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة زين العباس عنده كرم العباس عنده جود العباس عنده إيثار عنده شيء أعلى من الإيثار والجود والكرم كلها مواسات مواسات يعني شنو يعني ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع جارك جوعان عرفت جائع نص الليل نايم مثل يتزعجه وانت على سفرة الطعام متأكل تقول ما دام جاري جائع أنا ما أكل كان أحد العلماء جابوا له سبلت مكيفة غازية وكان في الحر حر العراق يقول جبت شخص اللي سوى هاي العملية قال لي يعني راحت وديت السبلت إلي قال هذا شنو قلت له هذا سبلت للبرد يبرد بيتك في هذا الحر شوي فكر قال فلان واحد زميلي بالمعتقل ما عنده سبلت ما أريد السبلت شيء هذا يسمون شنو مواساة الحسين حينما ملأ يده بالماء ورفض الماء مواساة له مع الحسين هذا الحسين شارب المنوني وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين لا يفعل مثل ذلك أحد من الناس إلا إذا كان في قلبه بمقدار إيمان العباس عليه السلام ماكوا واحد يقدر يسوي هذا الشيء وإذا كان يشرب الناس شا تقول لي شربت ما ما يقول له له يريد قاتل وهو عطشان والعطش بينه وبين السماء يعني صاير مثل دخان أمامه وأمام العدو يشرب مي حتى يتقوى على عدوه ما في شيء لا ما يقبل يملأ القربة القربة على ظهره هو عطشان ولا يشرب قطرة يعني ولو قطرة يشيل إلا مثلا ويخلي في حلقة ما يسوي حباس ما يسويها العدو مجموعة من المجرمين بمقدار ما كان لأمة الطاهرون وأصحاب الإمام الحسين في يوم كربلاء يعرجون إلى الله في مناقبهم وصفاتهم الحسن بنفس المقدار أعداؤهم كانوا لؤماء مجرمين درجة أولى أغلب أئمتنا هؤلاء قتلوا غدرا ابتداء من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري غدرا بالسم ضرب من خلف مثل ما حدث بالنسبة لإمام علي لكن علي ما عنده هذا الشيء علي يركب بردون حسب ما يقولون وقالوا له يا أمير المؤمنين لا تتخذوا فرصا ويقول ما أحتاج أنا لا أعقب من فر ولا أفر من مهاجم واحد يهجم علي ما أفر من عنده واحد يفر من عندي ما رق ورا فما أعتر أنا أواجههم وجها لواجه بس هؤلاء عدارين حكيم بن الطفيل مع جماعة إجوا كمنوا له من وراء نخلة هجموا عليه قطعوا يده اليمنى شنو قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق ليقيني كمن له من مكان آخر وضربوا قطعوا يسارة صار بلا يدين بلا يدين تدرون حينما جاءوا بالراية إلى يزيد بن معاوية لعنة الله عليه يوم اللي كانوا يهجمون عليهم يهجمون أحيانا بالحجار أحيانا بالعصى أحيانا بالسهام أكتر شيء سهام أربعة آلاف واحد بس شغلهم الرمي شغلهم كان الرمي هذا حكيم بن الطفيل مواحد حكيم بن الطفيل عنده أربعة آلاف رامي سهام جابوا الراية عمود الراية إلى يزيد بن معاوية شاف فقط مقبض اليد ما في أماكن جرح شيء غاربين بالسهام بالكذا قال من الذي كان يحمل راية الحسين قالوا العباس قال أبي تلعن يا أبا الفضل إيه هذا هذا البطل هذا الذي يؤثره القوم الأطفال على نفسه يريد يوصل مي للأطفال شوف من مظلومية العباس أنه ما قاتل بالمقدار اللي كانت عنده شجاعة يودي مي يريد المي يوصله ياخذ القربة بأسنان العلم ما دي تحت ابطه حتى يوصل القربة المي يريد يوصله فبدأوا الوجوم عليه بماذا بالسهام سام أصاب عينه واحد إذا أصيبه بالسهام بأبرة بشيء بجسمه بشونه يطلع عبيدة العباس ما عنده أيد ما عنده أيد أحد العلماء هذا كان يقول هذا الكلام مو صحيح أن العباس طربوه على نفرق رأسه لأن العباس كان لابس خوزه فشاف في المنام العباس قال بلى ضربوني على رأسي يوم اللي ضربوا سهم وسهم أصاب عيني ما عندي إيد أطلع السهم قمت أحرك رأسي بل كالسهم يسقط فسقط سقطت الخوزة وجاء أحدهم من ورائه وضربه بعمود على رأسه الإنسان يوم اللي يسقط أول شي خلي إيده على القاع بس العباس ما عنده يدين سقطه بوجهه على الأرض السلام عليك يا أخا يا أبا عبد الله لن تجد في تاريخ الشعوب والأمم أشخاص كانوا بهذه الصفات والمطلوب دائما النموذج لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا النموذج أهم من أي شيء ثاني أهم من الكلمات والنموذج ما يحتاج عمر طويل مجرد تجيبه مرة وحدة ويكون في حياته كلها قيم مثل مبادئ ويعمل بها هذا هو النموذج هذا المقدار حقيقة النماذج في الإسلام من النبي من أهل بيتهم هم الحجة الأساسية علينا في حياتهم شفت لك مظلوم على الأقل للدافع عن الظالم أول شيء انهى عن المنكر في قلبك اليوم دا نشوف يقتلون كل يوم فد ثلاثمائة واحد أطفال نساء يدمروهم طائرات تقصف تقتل تجرح العالم كل ساكن وقد يكون أحد في قلبه يقول اي خلي أكلوه شو خلي أكلوه أطفال الطفل تعتبره مجرم هم مجرمين نعرفهم ويؤيدوهم المجرمون مجموعة من الأجلاف من اللؤماء من المجرمين ويقتلون ينهبون يدمرون بيوت بنية تحتية أطفال نساء أكثر من عشرين ألف مرة وأكثر من أطفال أكثرهم لكن يطلع فرد واحد بقلبه يقول لا أنا خالف ليه شو خالف أنت لازم تنهى عن المنكر في قلبك ثم بلسانك ثم إذا استطعت بيدك هذا ما فعله أصحاب الحسين في كربلا أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر عمليا قام في مقابلة يزيد مشكلة الرئيسية في الإسلام لم يكن الكافرون كان المنافقون هم العدو قاتلهم الله فاحذرهم يعني في البداية كان الإسلام في مقابل الكفر ثم صار الإسلام في مقابل النفاق أكو عندنا واحد يدعي الإسلام عملة مزيفة واحد مؤمن اللي يدعي الإسلام منافق والمؤمن عملة حقيقية غير مزيفة لازم تقيس الأمور قلت الفدو واحد قلت شوف إحنا عندنا الإمام علي ميزان آآ فاطمة الزهران ميزان الإمام الحسن ميزان الإمام الحسين ميزان أما البقية كلهم إذا ما كانوا مع هذه الموازين فليذهبوا إلى الجحيم. أنا عندي ذول موازين. نقيسوا بهم بقية. والله هذا صعب رسول الله فليكن. خليكن صعب رسول الله. هل كان مثل رسول الله. كان مثل الإمام علي. هل قلد هؤلاء منافقين الذين قاتل الإمام الحسين كانت معركة بين مسلمين ومسلمين. ما كانت معركة بين كفار ومسلمين. كانت المعركة بين صلاة وصلاة. صلى الحسين بأصحابه صلاة الغدات. وصلى عمر بن سعد بأصحابه صلاة الغدات. وصلاة عمر بن سعد تلاتة وثلاثين ألف واحد خلفه. وصلاة الحسين مجموعة صغيرة جدا. صلاة الصبح وصلاة الظهر. لكن نقول للحسين أشهد أنك قد أقمت الصلاة. لأن الصلاة كانت ضد الصلاة. الأمر بالمعروف. كان ضد الأمر بالمعروف. سللتم الحسين يقول علينا سيفا لنا بأيمانكم. هذا السيف هو سيف رسول الله قاتل به المشركين والكفار. هذا السيف تقاتلون به. هذا هو النفاق. ولازم نحضر أن نكون نحن في مجال ما في مكان ما نكون من المنافقين. لأن النفاق. الداء الكبرى هو النفاق. المشكلة الكبرى في هذه الأمة كان النفاق. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. وآتيت الزكاة. وأمرت بالمعروف. ونهيت عن المنكر. حتى أتاك اليقين. إلى نهاية حياتك. أقمت الصلاة. مصليت. جعلت الصلاة قائمة. الصلاة التي تنعى عن الفحشاء والمنكر. الصوم المطلوب عدى الله لعلكم تتقون. الصلاة المطلوبة التي تنعى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي يصلي وفي صلاته لا يفكر في منكر. فلا فرق بين أن يصلي لله أو أن يصلي للصنم. الله يريد الحقيقة ما يريد الزيف. الزيف لا مجال له في الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهدين. رب العالمين وصل اللهم على محمد. ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة